قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر فضائل كثير وما قال والذين هم على صلواتهم يحافظون فهنا ذكر الخشوع قبل المحافظة والمداومة لأنه ربما يقف اثنين في الصف بينهم من الأجر مثل ما بين السماء والله هذا خاشع مطمئنه هذا الحديث عن الخشوع يطول لكن حسب أنه أجزه بثلاث أمور قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة لأنها مترابطة مع بعض قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد فتجد السبحان الله العظيم ينظر إلى ساعتها متى يؤذن ما يبعض الناس يسعى متى بسافر متى الدوام متى المدرسة التبدأ متى كذا من منا يسأل نفسه اليوم متى أذان الفجر متى أذان الظهر متى أذان العصر متى أذان المغرب متى ليش علشان يأتي مبكر مع الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لا استهموا تذكر يا أبو محمد يوم الخباز نجينا قبل يفتح منا ماسكنسرة أنا اللي جاء الأول طيب هل رأيت في المسجد قبل يفتح قبل إذا الناس ماسكنسرة يقول لنا جاء الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا على استهم تلقاهم عن قرأة كل يقول لنا جاء الأول يبون يكسبون فضل الصف الأول لأن في الصف الأول فضل كبير فضل عظيم يساعد على الخشوع وجرب يا عبد الله جرب أنك تأتي مع الأذان وتسنى وتقرأ القرآن وتذكر الله ثم من أقيمت الصلاة نقارن بينك وبيا واحد أنت وهم بعد تبضى ثم من جاء يركضوا للمسجد هل الخشوع هذا مثل الخشوع هذا طيب هذه قبل الصلاة طبعا أثناء مشيك لك أجر واثناء الوضوء لك أجر طيب أقيمت الصلاة الآن من مطلوب مني أثناء الصلاة هو تأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ما معنى يؤتم به هل أسابقه هل أوافقه هل أتأخر عنه لا ائتم به قال الله أكبر انتهى حرف الرأى أن تحرك بعض الناس وبعض الأئمة ما يساعد المؤمومين وبعض المؤمومين ما يوافق الإمام لا بد توافق في هذه المسألة يعني أنا لما أقولي الإمام الله أكبر أعرف أن المؤذن أو المؤموم اللي وراي لا بد أن يتحرك بعد حرف الرأى اللي انتهى سمع الله لمن حمده انتهى حمده أنا أتحرك ما أسابقه ولا أوافقه ولا أتأخر عنه أيضا أشوف كيف مثل ما توقع أبو حسان جزاء الله خير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون في ركوعة تقول عائشة لو وضع إناء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ما نسكت وهراكة إذا رفعت من ركوعة يديك الآن اليد الآن لها أحكام كثيرة في الصلاة يا أخوان يعني كتضع يدك اليمناء على الصدر ومتى ترفع ميتك بيت الأحرام تسمع الله لمن حمده السجوع دعا للأعضاء السبعة تتدبر ما يقول الإمام أحيانا جنبك في الصلاة في السجود يقرأ الفاتحة في الركوع يقول الكارل ما وردت في الركوع فلابد أن نعي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنقتدي به يصلوا كما رأيتمون يصل وصلي وصلي هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب انتهت الصلاة بعضنا يعني أنا خطيب جامع والله أنا ما أدري متسلموا بعض الجماعة ما يمديني ألتفت إلا البيبان كلها مزدحمة متسلمهم متطلع يعني ماذا عنده في أحد ما سكن عصى يقوله اطلعوا ولا لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سليت واش تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هل أنت أذنبت أخي المسلم لا والله ما أذنبت بل مؤد عبادة لكن تستغفر عن الخلل والتقصير الذي حصل في هذه الصلاة تقول ثم الأذكار سبحان الله و بحمد واش معجلك وإذا كان في السنة راتبة وكخاف تنساها ولا الأصل متسنى السنة رواتب في البيوت لكن بعضنا مع الأشغال ومع الأكثر صلى في المسجد كل ملحوق مطرود كل مطرود ملحوق ولذلك إذا سلم في الصلاة تفكر الآن متى الصلاة اللي بعدها وتتهيأ لها وتستعد لها ما هو تقول الحمد لله سلم الإمام ما بدانا نصلي الصلاة اللي هم الذن لا يا أخي خلك خلك وضع نصيحة يا أخوان نصيحة وهذه مجربة أختم بها إذا أذن المؤذن وأنت في أي مكان لا يكون نظرك إلا أقرب منارة مسجد التجلى خاصة مع ذا الزحام وكذا كارا والله تبوت الصلاوات تبوت إذا أذن المؤذن أنطلق شايب من جماعة أحد الأحياء دخلت ما في المسجد بعد أن نال العشاء له جالس جالس لوحده يمكن مرح عشر دقائق والله أعطاني يا أخواني درسوا وسمعوها قلت يا أبو فلان وش اسم الولد قال فلان قلت وين جماعة مسجدكم تدروا وش قال قال خلهم ما يبولي عند الله ما يبولي عند الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في الصلاة ينتظر الصلاة فهو في صلاة مدامة الصلاة وتحبسه والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث وفي رواية يحدث فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلكم من أهل الصلاة الذين تنهوهم صلاتهم عن الفحشاء والمكب آمين الله يبيض وجل